وحول إسهامات صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع حيوية للمملكة ينضم لينا من الجبال عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين أهلا بك معنا بداية أستاذ فضل نبارك لك والسادة المشاهدين قدوم هذا اليوم العظيم الغالي على قلوبنا اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية كيف ترى إسهام صندوق الاستثمارات العامة في الناتج المحلي وكيف ترى دوره في تمويل مشاريع حيوية للمملكة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخي محمد وأرفع أسمع آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى مقام سيدي سمولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي وإلى كل مقيم على أرض هذه المملكة الطيبة بمناسبة اليوم الوطني المجيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمه علينا في الدنيا والآخرة ما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة دعني أولا أشير إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين اليوم والتي أكد فيها أن المملكة اختارت طريقها نحو المستقبل من خلال رؤية 2030 التي تطمح من خلالها أن يكون اقتصادها رائدا ومجتمعها متفاعلا إشارة خادم الحرمين الشريفين إلى رؤية المملكة 2030 هو إشارة إلى المستقبل الذي تصب إليه المملكة وعندما نتحدث عن رؤية 2030 فنربط بين الرؤية وبين إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر اليوم قاطرة الاستثمارات والتنمية داخل المملكة وخارجها فيما يتعلق بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج الإجمالي المحلي وفي دفع عجلة التنمية والإنتاجية نعتقد أن منذ أن أعيد تشكيئ هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وهو يقود مشروعات كبرى ويعيد استثماراته خاصة في الداخل وهذه تحقق ثلاث أهداف رئيسية الأول التنمية الداخلية والثانية العائد والثالث الأمان الاستثماري على أموال الصندوق هناك ثلاث مشروعات كبرى أذكر منها مشروع البحر الأحمر نيوم القدية صندوق الاستثمارات العامة يقود الاستثمارات فيها وأعتقد أنه بنى جسر الآن مع المستثمرين الأجانب بحيث يكون هذا الجسر ممرا لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل ولعلي أشير إلى أن برغم جائحة كورونا وما تعرضت له المالية العامة وتأثيرها على الاقتصاد العالم والاقتصاد المحلي إلا أن مشاريع التنمية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة ما زالت قائمة ووفق جدولها المحدد لها سلفا وهذا يؤكد الدور الكبير الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالتنمية الداخلية وتعزيز النمو والمساهمة أيضا في المشروعات الكبرى التي تعزز الناتج الإجمالي المحلي نعم أشاهدنا ذلك من خلال الاستحواذ على نسب تصل إلى 30% في الشركات العالمية خلال فترة الحجر وجائحة كورونا حدثنا أيضا استاذ فضل عن تصنيف المملكة كثامنة عالميا ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم أعتقد أنه أيضا هذا التصنيف ربما ارتبط بإعادة هيكلة الصندوق الاستثمارات هو اقتناصه للفرص الأخيرة وما حقق من خلالها من أرباح مجزية وبالتالي دخل صندوق الاستثمارات العامة بقائمة العشر الصناديق الكبرى في العالم وهو الآن يحتل المركبة الثامنة ونطمح أن يطور أيضا من استثماراته وأصوله بما يساعد إلى التقدم في المراكز وينعكس إيجابا على عائدات الصندوق على الاستثمار الخارجي والمحلي دعني أربط أيضا بين نوعية الاستثمارات التي يستهدفها الصندوق في الخارج وهي استثمارات ذات طابع مرتبط باحتياجات المملكة ورؤية 2030 على سبيل المثال قطاع التقنية التكنولوجيا بشكل عام قطاع أيضا مهم هو القطاع الزراعي كل هذه القطاعات مهمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالتالي هو يستثمر فيها بشكل أكبر باختصار أعتقد أن الصندوق اليوم يدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة والتنمية الحديثة التي نصبوا إليها جميعا نقطة أخيرة إذا سمحت لي ما يتعلق بالتنمية المحلية أيضا الصندوق السعودية العامة أطلق شركة روشن العقارية وهي متخصصة في تطوير الأحياء الحضرية المتكاملة وبالتالي اليوم سنشهد أحياء حضرية متكاملة وضواحي يقوم الصندوق بقيادة التنمية فيها وهذا من أهم مكاسب الصندوق فيما يتعلق بالتنمية المحلية إضافة إلى العوائد الكبرى في قطاع التنمية والتطوير نعم إلى جانب امتلاك الصندوق محفظة استثمارية السيد فضل متنوعة تتضمن العديد من الشركات السعودية وأيضا العالمية كيف ترى دعمها في توفير إرادات للصندوق محورين أساسيين الأول ما يتعلق بتحقيق عائدات ومجزية على الاستثمار والمحور الثاني وهذا مهم جدا مرتبط أيضا بنوعية الاستثمار أو الشركات التي يدخل فيها الصندوق على سبيل المثال عندما وضعت رؤية المملكة 20-30 هدفا بتوطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% محليا وبالتالي قاد الصندوق شراكات عالمية في قطاع الصناعات العسكرية إذن هناك انتقائية في الاستثمار عندما ركزت الرؤية على القطاع التكنولوجي والتقني أيضا استثمر الصندوق في هذه الشركات بل أنه استثمر في شركات مبادرة يعتقد أنها ستحقق قفزة نوعية إذا ما تطورت اكتشافاتها وابتكاراتها المستقبلية إذن الصندوق بالإضافة إلى تحقيقه عوائد للمالية العامة وهي في بداياتها ولكنها إيجابية بشكل كبير هو يركز أيضا بشكل أكبر على تحقيق رؤية المملكة 20-30 من خلال الاستثمار في القطاعات المستهدفة من قبل الرؤية نعم عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البعينين شكرا جزيلا لك